في إطار حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري لدى براعم المناطق الحضارية الجديدة استقبلت مدينة بورس عيد الملتقى الرابع لمبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية لمشاهدة معالم ومشاريع المحافظة يأتي هذا الملتقى في إطار تطوير أنشطة مبادرة جيل جديد وضم براعم جديدة لها مدينة بورس عيد الباسلة أرض البطولات والتضحيات استقبلت الملتقى الرابع لمبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية في إطار حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري لدى براعم المناطق الحضارية الجديدة على مدار سلاسة أيام استضاف قرية الشرطة ببورس عيد شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة والتي انطلقوا منها يوميا للتعرف على معالم المدينة التاريخية ومنها المتحف الحربي الذي يسطر تضحيات الشعب المصري بخاصة في مواجهته للعدوان الثلاثي عام 1956 وأستعرض نمازج للفدائيين والتي قرمت وزارة الداخلية أسرهم في الاحتفال بعيد الشرطة الجديد وشمس جديدة وراية رف رف جوة لقوبنا وفيد النصر اليهاردة مبسوط ان انا جيت في مدحف بورس عيد وشفت نمازج عن الفدائيين اللي حاربوا في العدو في 56 باشكر مقدر الجديد انها جابتنا مدحف بورس عيد شفنا النمازج المشرفة دي وطوارهم وقرينا عنهم انا باشكر سيادة الرئيس عبد الفكتاح السيسي ان هو افكر في الشباب وفكر فينا وعمل لنا حاجة زي مبادرة كلنا واحد جيل جديد انا انضمت للمبادرة عشان سمعت زمايلي وهم بيقولوا ان هم راحوا اماكن جميلة جدا واستفادوا حاجات حلوة قوي قام الشباب والطلائع بزيارة مقر قسم شرطة موانئ بورس عيد المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس الذي يعود بناؤه الى ثلاثينيات القرن الماضي واستقل الشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة احدى المعديات في جولة بقناة السويس حيث نقطة التقاء البحر المتوسط بالقناة فرحانة قوي ان انا اول مرة شوف حاجة يعني جديدة في حياتي فجلنا مشوف حاجات زي دي في بلدي وفخور في بلدي والحاجات اللي بتحصل في بلدي روحنا حاجات كتيرة جدا حلوة بلدنا مشوفنا هاش قابل كده ونشكر مبادرة كلنا واحد وبشكر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحيا مصد تحيا مصد وإدراكا لأهمية اطلاع الناشئ على الصناعات الوطنية نظمت الوزارة زيارة لهم للمنطقة الصناعية ببورسعيد حيث اطلعوا على مصانع الضفائل الكهربائية للسيارات جيل جديد وشمس جديدة وراية رف رف جوه أقلوبنا وفي دم نصر بكرا نضحي على شم مصر النهارده بنرحب بمبادرة جيل جديد عندنا في شركة سموتومو إلكتريك إيجف واحنا مبسوطين جدا بزيارتكم عشان نقدر ان احنا نوصل للجيل الجديد فعلا ان فيه صناعات كبيرة موجودة في مصر زي صناعة ضفائر الكهربائية للسيارات انا شايف ان دي فكرة كويسة جدا ومبادرة جيدة جدا لان هي بتساعد الشباب الجديد والجيل الجديد ان يتعرف على صناعات كتير موجودة في البلد صناعات قادرة ان هي تصدر وتتطور وتشارك في صناعات كبيرة شبه صناعة السيارات المصنع بيصدر لأكتر من دولة في أوروبا كل ما بنروح مكان بنكتشف حاجات جديدة واول مرة اجي المصنع دوت اللي هو مصنع سوميتومو انا فخرة جدا بالمصنع دوت واول مرة اشوفه اتمنى اشوف حاجات كتيرة تانية ثالث مرة ليه اجي المبادرة والنهاردة اكشفت ان فيه في مصر اكبر مصنع للدفائر الكهربائي للسيارات وبصدر لجميع دول العالم وقاموا بزيارة مصنع الكاوتشوك والذي يلبح احتياجات السوق المحلي موسيقى مبادرة عظيمة ان احنا نعتني بشيارة صغيرة ده وندور من فكرهم ونوريهم ان البلد بتغير وتحسن والصناعة بتنمو وان مصر في عهد السيرت رايس ابتدى يتبقى فيه مصنع جديدة بتعمل منتج استراتيجي الدولة بتحتاجه هذه حاجة شضافتها طبعا انا مبسوك جدا ان وزارة الداخلية خلتنا زور مدينة بورت سعيد وزور اكبر مصنع كاوتش في مدينة بورت سعيد ولما روح هحكي لأصحابي وقرايبه على اللي شفته النهار دي مبادرة حلوة وجينا هنا مصنع كاوتشات وباشكر صارت رأيس وزارة الداخلية عن مكان الجميل اللي جا بصدر وحرست وزارة الداخلية على اصحابي هؤلاء الشباب عبر انفاق 3 يوليو التي تربط بورت سعيد بالضفة الشرقية للقناة كاحد الانجازات الحديثة متجهين عبره الى ميناء شرق التفريعة وهو من المشروعات القومية التي اقامتها الدولة ومحور اساسي للتجارة العالمية وتم تنظيم احتفالية لومونيك اسمحولي اشكر باسمي وبالنيابة عن زملائي طلاب وطلابات المناطق الحضرية الجديدة شكرا خاص لادارة ميناء شركة تفريعة ببورس عيد شركة مرسك على الاستبالة العظيم يستقبلها لنا النهاردة والأماكن اللي ورها لنا وبعدد انا فرحان وفخور جدا نحن عندنا شركة زيدية ومناء زيدون داخل مصر نحن متحمسون على الوصلة ايجب على امتعات التفريقية التي ت tester enماعي تفريت في المناطق 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 المنطقة إنهم يُعرضون أمينا لتعبير أفعالي لتحرق أمينا لتعبير أمينا ويُعرضونهم قدرين ونحن مستعدين لتعبير نفسنا مع هذه إليشات الأمينات أنا دلوقتي في ميناء الشرق التفريعة وخلنا فيها جولة جميلة جدا شفنا حاجات كتير مفيدة وعرفونا الوعي والحماية وحاجات كثيرة أوه حلوة فخور إن إحنا عملين حاجة زي دي بالدخامة دي بالحجم ده ومقصود جدا إنها موجودة في المكان ده بصراحة كانت جميلة جدا وأنا كنت بصراحة ما كنتش أعرف إن في بورسة عيد ما كان زي ده بصراحة على هامش الملطقة تم تنظيم ندوات تثقفية للشباب رحبوا خلالها بزملائهم الجدد المنضمين للمرة الأولى للملطقة بعد النجاحات التي حققتها الملطقيات السابقة أنا عايزة أرحب بكل زمائل الجدد اللي نضموا لنا في المبادرة حديثة أنا مبسوطة جدا بزمائلنا اللي نضموا معنا المبادرة جديدة وبتمنى إن هم يستفيدوا كل اللي إحنا استفدنا من المبادرة وتهدف هذه الندوات إلى إسقال المهارات الثقافية والفكرية للشباب وتعرفهم بالإنجازات الوطنية أنا اسمي مصطفى الجمال من حي بشاري الخير وأنا إزاي حافظ على المشروعات اللي حضرتك قلت عليها في المحاضرة وإزاي خلي مستبالي أفضل كل المباني الحلوة اللي إحنا شفناها وكل المشروعات النجحة دي هتلاقي لنجاح الناس اللي شغل فيها زي ما إحنا عندنا مستشفى نجحة بقى عندنا شرق تفريع نجحة وزي ما إحنا عندنا مدرسة نجحة بقى عندنا مصنع للكاوتش ناجح كل المرتبط ما بين ده هو بناء آدم ناجح عشان كده لو عايزين نحافظ على مشروعاتنا بجد نبقى قوية ونجحين وإيبقى عندنا انتماء للبلد في كل فعل بنعمل عايزة أعرف إزاي يكون مفيدة البلدية أول حاجة علشان نكون مفيدين لبلدنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم يبقى تعملية التغيير لابد إنها تكون جواينا الأول وبعد كده أبدأ أغير كل حواليه يبقى أنا بطور من ناسي بطور من مهاراتي وبتعلم كل جديد وبعد كده ببدأ أوصله لآخرين عن طريق إن أنا أكون إيه؟ فدوة بشكر طبعا السيد الرئيس وتطبيقه للاستراتيجية اللي بتقول إنه إحنا لازم نأكد على إن بناء الإنسان قبل بناء البنيان فمن خلال مبادرة جيل جديد لقينا إن في تطبيق فعلي استأكيد على المهارات اللي إحنا لازم نطورها في الإنسان النهاردة استقبلنا شباب جديد يمكن ما كانش معنا في المبادرة المرة اللي فاتت والشباب بالمجموعة الأولانية رحبت بالمجموعة التانية وكل يوم بنزيد وكل يوم قلب على قلب من الشباب هنقدر إن شاء الله نكون مجتمع ناجح وراقي حافظ على البلد تضمن الملتقى تكريم المتفوقين من أبناء المناطق الحضارية دراسيا من مختلف المراحل الدراسية أجيل طلع في مصر جديدة بتقول دايماً طحيا مصر لما تشوف أبطل حافظ يا حمو يا ابن اليوم دي أنا مبسوط بمجموعة رجيل جديد عشان هي بتعلمنا حاجات كتيرة بتدينا دفعة اللي إحنا نتفوق وتأكيداً على نجاح مبادرة جيل جديد في غرس قيم التشارك والانضباط وهو من عكس على سلوكياتهم وتعاونهم وقيامهم الإيجابية التي ظهرت خلال هذا الملتقى اختتم الملتقى الرابع فعالياته الناجحة بحفل طرفهي كبير وسط التقاط لسوار تذكارية تخلد هذه اللحظة بجد مبسوط بإخدام الملتقى الرابع وبجد فرحانين كلنا نحن نجينا بشتعيد ونتعرف على الحاجات الجديدة في بلدنا أنا أول مرز للأماكن دي وفغرة جداً بالأماكن دي بشكل صورات الرابع على كل مبادرة اللي عمانهمنا ويارب بتكون على طول المتميزون ثقافياً وعلمياً ورياضياً من المشاركين في الملتقى تم إضافتهم إلى لوحات شرف المتميزين الموجودة داخل المناطق الحضارية الجديدة لتخلد مشاركتهم في هذه الملتقيات التي يزداد الإقبال على المشاركة فيها يوماً بعد آخر في ضوء حرص الوزارة على التطوير المستمر لأنشطة الملتقى لبناء أجيال جديدة الانتماء للوطن شعارها وبناء قدراته هدفها تستمر مبادرة كلنا واحد جيل جديد في تقديم المزيد بورسعيد لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة لتعرفهم بالإنجازات الوطنية الموجودة على أرض مصر وكذلك الإرس الحضاري الذي تزخر به وبورسعيد لديها كثير من المشاريع والإنجازات التي تعرف عليها شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة وهناك المزيد الذي سوف تقدمه مبادرة جيل جديد لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة خلال الأشهر والأيام القادمة عبدالبركات التلفزيون المصري